يا طارى لو البنت ارتبطت كذا ارتباط رسمي ومحصلش نصيب بدأت تكبر في السن تتنازل وتوافق على المتاح بدل كلام الناس ولا تفضل على موقفها لحد ما تلاقي الشخص المناسب طب حتى لو اتجوزت واتطلقت بعدها هل فعلا إن الوحدة تبقى مطلقة أحسن ما تبقى اللقب اللي بيقولوه عانس ده أهم سؤال خرجنا بيه من قصة أميرة نهاردة محتاجين نفكر في إجابته مش عشان أميرة وبس لا مش عشان كل بيت بيتفرج علينا ممكن يكون عنده بنت زي أميرة فعايزين نعرف نعمل ايه وضغط المجتمع وكلام الناس البيخ اللي حوالينا في دايرتنا أو بارة دايرة فمحتاجين نتكلم يمكن صوتنا يوصل يمكن تقتنعوا إن إحنا صح هنشوف الآخر عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور رادو عبدالعظيم استشاري الطب النفسي ردي على السؤال بس كده مفيش واحدة هتاخد نفس القاعدة اللي أنا وينسيا نتفق عليها واتنفزها بس ميبي ميبي أو ممكن نغير حاجة في المجتمع يعني في بعض الأنسات مجتمعاتهم متحفزة جدا مفيش تقعد أصلا مع واحد غير لو اتجاوزته لا إحنا عايزين جواز صالونات وجواز العقل ما عندناش مشاكل بس أخد أي واحد وخلاص لا إلا أنا بقوله إنه هي ما بتاخدش فرصة حقيقية كاملة ما بتخرجش مع واحد تقعد معا تشرب شاي وقهوة في كافي استرنيكم معهم حد في مكان عام ولا حتى معهم حد أنا بشوف جميع نمازج المجتمع فبالتالي ما تقدريش تفضلي حضرتك تقول لها لا ما تجربيش خارس نفس المجتمع المغرق ده إنه أبغض الحلال هو الطلاق ولكن على الأقل هتاخد فرصة إن هي ترتبط بواحد وتعيش معاه حياة عشان تبقى أخذت الفرصة الطلاق والزواج في مجتمعنا لو إحنا شلنا منه فكرة المهر والشبكة والقايمة والتفاصيل المادية الكتير قوي هنتجوز بالمقايدة هو ارتباط شرعي زي ما هو ارتباط في أي مجتمع تاني ما عندوش نفس التفاصيل يعني إلا وشلناها منه بس أنا عايزة النقطة دي تتخذ علينا جامد قوي نشيل منه الحاجات دي وبعدين نخلي الجواز بالإيه لا أنا بتكلم فيه إنه لازم نشوف المجتمع بجميع شريحه شريحة ما عندهاش رفاهية إنها تتعرف على واحد غير في إطار شرعي رسمي بشكل كامل بمعنى إنها حتى تخرج تقعد معاها تكلم فتقول لا أمل أول وخلاص لا لما يبقى فيه آريحية لأحد الشبان اللي متقدم لها ويبقى فيه توافق سواء مادي واجتماعي وثقافي حاجات اللي احنا دايما بنقول إنها مهمة هم أكيد مش يدخلوا حد برضو دكتورادو عليهم لا مش مدياً كويس مترأة أواجهك وقولك ما فيش أكيد خالص في مجتمعنا وإنه أنا بشوف جميع النمازج شقدر دفع عنكو في صراحة والله عملتل علي كله يعني ممكن يبقى متقدم لأسباب مصالح مصهرة زيتنا في دقيقنا توفيق أوضاع زيتنا في دقيقنا توفيق أوضاع وياريتم بيوفقوا أوضاعهم بيوفقوا زيتنا في دقيقنا اللي نعرف أحسن من ما عرفوش هتاخذي ابن طنطعفاف ولا تاخذي ابن خالتك عشان نعرفه أحسن من ما عرفوش اللي احنا عايزين نتفع عليها سالي إن دازم يكون القرار رقم واحد هو للزوجة أو للزوج ويليها قرار لي إن شاء الله فبالتالي مهمة قوي تتجوزي وباليك قرار يا إما بقى الكلام اللي احنا سمعناه من صحبتها أو من الناس ليه دايما يقولوا له واحدة حلوة وكملة وشايف أنها كاملة وطبعا الكمال لها واحدة بس أنا قصدي كاملة إنه متوفر فيها شروط كتير جدا تخليها واحدة حلو يعني كاملة وشخصية حلوة وتعرف تعمل حاجة حلوة ليه يتقال عليها أن هي حتى شروط معقادة جدا إن هي بتتنك إن هي لا تصلح إن هي ممكن تكون ما تقدرش تفتح بيت ليه بنقول كده ترجمة نانسي قنقر